الكرام أهلا بكم من تفاصيل الموعد المحلي بداية وبعد الحرائق التي شهدتها مناطق عديدة بولاية الطرف والخسائر المسجلة سلعت الخلايا الجوارية للتضامن التابعة لوزارة التضامن سلعت في إرسال فريق من الأطباء النفسانيين للتكفل بالعائلات المتضررة لهذه الحرائق المزيد في سيق تقرير هشام جاسمي ونجم بوكارش هو فريق من الأطباء النفسانيين تابع لوزارة التضامن مهمته التكفل بالعائلات المتضررة من الحرائق بولاية الطرف تدخل فرق الخلايا الجوارية تابعة للفرع الجيهوي عن نبا مزودين بأطباء وخصائيين نفسانيين إضافة إلى مساعدين اجتماعيين تم تقديم مواجب العزاء لعائلات المتوفاة في المناطق رافقنا هذه الفرق من الأطباء النفسانيين إلى بعض المناطق المتضررة على غرار المالحة أين تم فحص الأطفال فحصات نفسية كما تم خلق ورش من أجل المتابعة النفسية لهم حصر جميع الخسائر المادية التي تم تسجيلها في هذه المنطقة ثم المرحلة دخلنا في المرحلة الأخيرة أين تم القيام بفحصات نفسية ومتابعة نفسية للأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية وهذا اليوم تم القيام بورشة خاصة من أجل المتابعة نفسية للأطفال مجهودات الدولة متواصلة للتكفل الأمثل بالمتضررين من حرائق الأربعاء الأسود خاصة بالنسبة للأطفال المتمدرسين وذلك تزامناً واقتراب موعد الدخول الاجتماعي المدرسي ترجمة نانسي قنقر